هذا المذيع هذا الصحفي هذا الكاتب ضدنا يا بليش قال يحش علينا عمي انت ما صدرت لبيان قلت لي انت واحد من ملائكة السماء بحيث انه انت منزه ولا تتعرف انكم من اصحاب من اصحاب الذين ذكرتم في القرآن والتوراة والانجيل لا تتقبلون النقد تستعدون الناس تحولونهم الى اطلاد لا تقبلون بالحوار وبالتالي تردون الناس صبم وانتم الذين تأمرون من مواقعكم وبروجكم العالية ونحن الذي يجب ان ننحل لما تقولون الخلاف والتقاطع وعدم الاتفاق اصبح علامة دالة في المشهد السياسي العراقي من عام 2003 وتلافع ولحد الآن الولد تعودوا يجب ان يختلفوا ثم يعودوا يتفقوا من اجل ان يختلفوا طيب ليش يختلفون وليش يتفقون ولمصلحة من الخلاف وماذا انتج هذا الخلاف ثم بعدها يأتون ليتحاورون لكن الحوار الذي او طاولة الحوار التي تجمعهم هي لا تنتج فكرة للحالة الممزقة انما يتحاورون كيف تتم مراضاتي او ترضيتي هذا الطرف وكيف نضمن لهذا الطرف موقع وشلون الزعيم الفلاني يطلع بحصة راضية وشلون نحافظ على هيبة هذا الكيان وذاك الكيان وانا ما ادري هذا الكيان وذاك الكيان جاي بالدب من ذياله شم سوي ذاك الكيان حتى الرضي او الرضي هاي الكتلة او نحط ذاك الوليد رئيس وذاك يستحق نائب وهذا نحط له حصة طيب انتوا جربتوها لهذه الان يثار الخلاف هل هي حكومة اغلبية وطنية ام هي حكومة توافقية ينبري هذا وينبري ذاك بان يقدم لنا فضائل هذه المسميات ماذا ستنتج الاغلبية الوطنية وماذا ستنتج التوافقية ابو الوليد هي العلة بالعناوين العلة بالمسميات لو العلة بالفكر لو العلة بالمنهج لو العلة بافتقاركم انه لا يوجد لديكم رجال دولة طيلة هذه المخاضات الصعبة التي عشناها والتي كنتم في طرف مبين كنا نعتقد ستأتي لحظة ان يولد قائد وعندما تخاطبون الناس او تصدروا للمشهد من يمثلكم في هذا الخطاب ارحمونا بأناس يقدرون المرحلة يقدرون ماذا حصل لهذا الشعب وعرفوا تماما ان الحوار هو ليس ان تلتقوا في ما بينكم لكي تحققوا مصالحكم وغياب الحوار الجدي والحقيقي هو الذي اوصلكم الى ما انتم فيه منذ ان انطلقت تشرين وحتى هذه اللحظة وما اسست له وما حققته من اثار هذه القوى تعيش هذه اللعنة لعنة تشرين لان هناك ارواح لابرياء قد زهقت هناك شباب قد غيبت في غياه بالسجون هناك امهات وزوجات واولاد ثك لا يعيشون هذا لانكم لم تقرأوا المشهد مثل ما هو كان منذ اللحظة الاولى لانطلاق التظاهرات من عام 2010 كان يمكن ان تقرأوا انكم بحاجة ان تقتربوا من هذا الشعب وتتعاملوا معه بمنطق وتختار لكم نظام حكم يتناسب مع العراقيين مو انت الاكبر منك والاكبر منك والاكبر منك والافهم منك والشان من تشعر على الدنيا والسماء والارض شال القدر وشاله العراقيين ونصرخ سنوات احنا نقولكم نقولكم يا اخوان انتبهوا لهذا رأسا هذا المذيع هذا الصحفي هذا الكاتب ضدنا يا بليش قال يحتي علينا عمي انت ما صدرت لي بيان قلت لي انت واحد من ملائكة السماء بحيث انه انت منزه ولا تتعرف انكم من اصحاب من اصحاب الذين ذكرتم في القرآن والتوراة والانجيل لا تتقبلون النقد تستعدون الناس تحولونهم الى اطلاد لا تقبلون بالحوار وبالتالي تردون الناس صبم وانتم الذين تأمرون من مواقعكم وبروجكم العالية ونحن الذي يجب ان ننحل لما تقولون صدقوني قد غادرتم هذه المرحلة وقد فاتتكم الفرصة وقد كنا لكم من الناصحين اشتركوا في القناة